اشتركوا في القناة تتسقط حبات البرد نحو المناطق الشرقية السواحل الوسطى ستشهد زخات من الامطار من حل آخر مرفوقة بهبو بريح قوية نسبيا أما على المناطق الغربية بعض الامطار خلال صبيحة تحسن تدريجي في حالة التقس ابتداء من أواخر الظهيرة سحب عابرة على شمال الصحراء والواحات مرفوقة بهبو بريح قوية المناطق التي تقع بالجنوب الغربي لغاية الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب ستشهد أجواء مستقرة على العموم رغم انتشار بعض الصحوب التي تبقى بدون فعالية حذرين أشاط بعض الزواب الرملية سيميز الجنوب الغربي الصحراء الوسطى وشمال الصحراء الحرارة خلال ليلة اليوم لن تتعدى 11 درجة بالبيت 13 درجة بسعيدة وتيارة بينما تتراوح مبين 16 إلى 18 درجة على باقي المناطق الشمالية 17 إلى 19 بالجنوب الغربي 23 درجة بشمال الصحراء ومرتفعات الهوغار 27 درجة بالصحراء الوسطى 21 درجة بإيليزي وإنميناس ترتفع إلى 29 درجة بأقصى الجنوب فيما يخص الحرارة القصوى خلال يوم الغد ستعرف تراجع نحو المناطق الوسطى والغربية 22 درجة بكل من الحاصمة تيزي وزو والبيت 21 درجة بتيارة 27 درجة بوهران وتنمسان 26 درجة بيسكيك داعنبار 24 درجة بقسنطينة وبتنة 31 درجة ببشار ترتفع بدرجة واحدة نحو تندوف 29 درجة ببسكرالواد وتقورت 39 درجة بالصحراء الوسطى 43 درجة ستكون كألم قياس مع جوء حرى نحو أقصى الجنوب فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل مع رياح ضعيفة بسواحلة الشرقية قليل الاتراب بسواحلة الوسطى رياح ضعيفة جنوبية تماما أما بسواحلة الغربية بحر قليل الاتراب إلى مضطرب محليا رياح معتدلة دمنا تيارات غربية جنوبية غربية بالنسبة لشمال قارة أمريكا أجواء على العموم غائمة مع أمطار بميامي ب29 درجة نفس الأجواء بمكسيكو مع 28 درجة غائمة تماما بواشنطن مع 21 درجة ومشمسة على باقي العواصم 28 درجة بفانكوفر وترتفع إلى 31 درجة بدلاس أما عن وقت شروق الشمس صباحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة الخامسة صباحا و33 دقيقة والغروب على الساعة السابعة مسان و57 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن متابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر